السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهار دعنا نشرح درس دعنا نتحاور مضمون الدرس يتناول هذا الدرس عرضا لآداب الحديث وآداب الاستماع لأنه من أرفع الآداب الاجتماعية التي حست عليها الأديان السماوية لذا يجب علينا تعلمها والالتزام بها حتى نكتسب حب الناس واحترامهم دعنا نتحاور لقاء الجد بأحفادهم اتخذ الجد يوسف مجلسه وقد التفى حوله أحفاده قعقد اليسمين فباضرهم قائلا سنتحاور معا هذه الليلة عن آداب الحديث وآداب الاستماعي وهما من أرفع الآداب الاجتماعية التي حست عليها الأديان السماوية فالإنسان إذا أحسن كلامه أحبه الناس وإذا أساء في كلامه فر منه الناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فهنا جئنا السؤال يقول لك عما تحاور الجد ما أحفاده تحاور الجد ما أحفاده عن آداب الحديث وآداب الاستماع السؤال الثاني يقول لك ما نتيجة أن يحسن الإنسان في كلامهم إذا أحسن الإنسان في كلامهم أحبه الناس معالجة خطأ المتحدث بحكمة وأبدأ معكم بهذا السؤال ماذا تفعل إذا أخطأ أحد المتحدثين في حديثهم قالت مونة أقول له أخطأت وأذكر الصواب قال الجد تقولين له أخطأت هذا ليس من آداب الحديث والأفضل أن تقول لي رأي آخر في هذا الأمر فقالت أمل ولماذا لا أقول له أخطأت قال الجد لأنك لا تدرين ربما كان على صواب وأنت على خطأ كما أن قولك له أخطأت يحزنه ويسيئه فمن آداب الحديث أن تتخير اللفظة المناسبة وأن تختار من الكلمات أجملها ومن الألفاظ أحسنها فيقولك ماذا تفعل إذا أخطأ أحد المتحدثين في حديثه إذا تقول أقول له لي رأي آخر في هذا الأمر لماذا يجب علينا أن لا نقول للمتحدث إنه أخطأ أثناء حديثه ربما كان على صواب ونحن على خطأ كما قولنا له أخطأ يحزنه ويسيئ أسباب صراف المستمعين عن المتحدث قال شهاب يؤلمني يا جدي أنني حين أتحدث أحيانا قل لما يلتفت لي أحد قال الجد ربما كان ذلك لأنك تتحدث عن نفسك كثيرا أو أنك تتحدث في أمور يعرفها الجالسون لأن الحديث عندما يكون في غير موضعه يكون عديم الفائدة وكان الأجدر بك يا شهاب حين تشعر بذلك أن تصمت قال بعض القدماء حدث الناس ما نظر إليك واستمع لك فإن لمست منهم فطورا فامسك أي أسكت فهنا جيك سؤال يقول لك ما مشكلة شهاب التي تؤلمه مشكلة شهاب التي تؤلمه إنه حين يتحدث أحيانا قل لم يلتفت إليه أحد بما نصح الجد حبيده شهابا في حالة عدم إصغاء الآخرين إليه نصحه بأن يصمت ماذا تفعل إذا وجدت فطورا في من تحدثه أمتنع عن الكلام وأصمت بعض آداب التحدث قالت فرح لقد عرفنا الليلة أشياء لم نكن نعرفها يا جدي قال الجد وما زالت هناك أشياء في آداب التحدث يجب أن تعرفوها قال علي وما هذه الأشياء يا جدي قال الجد البعد عن كلام اللغو والسرطرة وحسن الإصغاء لمن هو أكبر سنا وأعلى علما وأن لا يتكلم إثنان في آن واحد وعدم مقاطعة المتحدث ومحادثة الناس بوجه بشوش مبتسم ولا بد أن يكون صوتك بقدر ما يسمعه الجالسون فلا هو مرتفع بحيث يؤزيهم ولا منخفض بحيث لا يسمعه بعضهم قال الأحفاد شكرا لك يا جدنا على هذه النصائح الغالية قاموس الأضواء الكلمة ومعناها أول حاجة أننا التف معناها تجمع أحفاد معناها أولاد الولد اليسمين نبات جميل رائحة بادرهم معناها بادأهم الحديث الكلام أرفع معناها أعلى حسة معناها دعت أحسن معناها أجاد فر معناها هرب اليوم الآخر المقصود يوم القيامة يصمت يسكت الصواب معناها الصحيح تدرين معناها تعلمين يسيئه معناها يضايقهم يؤلمني المراد يحزنني حين معناها وقت قلم معناها قليلا يلتفت إلى يصرف وجهه إلى والمراد ينظر إلى عديم الفائدة فاقد النفع الأجدر الأحق الأولى بعد كده عندنا فطور فطور عدم الاهتمام أمسك أمسك أسكت آن معناها حين وقت بشوش معناها مبتسم متهلل ضاحك مبتسم معناها ضاحك دون صوت مبتسم ضاحك دون صوت يؤزيهم معناها يضرهم المفرد وجمعهم الجد جمعها الجدود الأجداد مجلس جمعها مجالس الحديث جمعها الأحاديث عقد جمعها عقود هذه جمعها هؤلاء الليلة جمعها الليالي الإنسان جمعها الأناسي رسول جمعها رسول اليوم جمعها الأيام خير جمعها خيور أخيار السؤال جمعها الأسئلة أحد جمعها أحاد أحدان الأفضل جمعها الأفاضل رأي جمعها آراء الأمر جمعها الأمور خطأ جمعها أخطاء اللفظ جمعها الألفاظ حين جمعها أحيان نفس جمعها نفوس أنفس موضع جمعها مواضع الفائدة جمعها الفوائد حسن جمعها محاسن حسن جمعها محاسن أكبر جمعها أكابر سن جمعها أسنان سن جمعها أسنان أعلى جمعها أعال علم جمعها علوم وجه جمعها وجوه أوجه صوت جمعها أصوات الغالية جمعها الغاليات الجمع مفرد فعندنا أحفاد مفرد حافد آداب مفردها أدب الأديان مفردها الدين المتحدثين مفردها المتحدث الكلمات مفردها الكلمة الألفاظ مفردها اللفظ أحيانا مفردها حينا أمور مفردها أمر الجالسون مفردها الجالس القدماء مفردها القديم أشياء مفردها شيء كلام مفردها كلمة النصائح مفردها النصيحة أنا أخذ بعد كده الكلمة ومضادها التف مضادها افطرق بادر مضادها أبطأ تأقر معا مضادها متفرقين الحديث مضادها الصمت أرفع مضادها أوضع حس مضادها صبط أحسن مضادها أساء أحبهم مضادها كرههم يؤمن مضادها يكفر خير مضادها شر يصمت مضادها يتكلم صدق مضادها كذب أبدأ مضادها أنهي أختم بعد كده عندنا السؤال مضادها الإجابة أخطأ مضادها أصاب الصواب مضادها الخطأ الأفضل مضادها الأسوأ تدرين مضادها تجهلين يحزنه مضادها يفرحه يسيئه مضادها يسره أجملها مضادها أقبحها أحسنها مضادها أسوأها يؤلمني مضادها يريحني أحيانا مضادها دائما قلم مضادها كثيرا ما يعرفها مضادها يجهلها الفائدة مضادها الضرر القدماء مضادها المحدسون فطورا فطورا مضادها مشاطا اهتماما أمسك مضادها تكلم عرفنا مضادها جاهلنا التحدس مضادها الاستماع البعد مضادها القرب عسن مضادها سوء بشوش مضادها عبوس مبتسم مضادها عابس مضادها منخفض يؤزيهم مضادها ينفعهم الغالية مضادها الرخيصة أضوى على الدرس في السؤال وجواب أول سؤال معنا كيف التف الأحفاد حول الجد التف الأحفاد حول الجد قعقد اليسمين السؤال بعد كده فيما تحاور الجد مع أحفاده ولماذا تحاور معهم عن آداب الحديث وآداب الاستماعي لأنهما من أرفع الآداب الاجتماعية التي حست عليها الأديان السماوية متى يحب الناس الإنسان ومتى يفرون منه إذا أحسن في كلامه أحبه الناس وإذا أساء في كلامه فر منه الناس السؤال بعد كده يقول لك ما الواجب على كل إنسان يؤمن بالله واليوم من آخر عندما يتكلم أن يحفظ لسانه فيقول خيرا أو يصمط السؤال رقم خمسة بما أجابت مونة عن سؤال لأنك لا تدرين ربما كان على صواب وأنت على خطأ كما أن قولك له أخطأت يحزنه ويسيئه وضح ما يجب عليك عند الحديث مع الآخرين الالتزام بأداب الحديث والاستماع وأن أخطار اللفظ المناسب وأن أخطار من الكلمات أجملها ومن الألفاظ أحسنها السؤال بعد كده ما الذي يؤلم شهاب حينما يتحدث أحيانا أنه حين يتحدث قل لما يلتفت إليه أحد السؤال رقم 10 بما علل الجد قلة التفات المستمعين إلى شهاب حينما يتحدث علل ذلك بأنه ربما يتحدث عن نفسه كثيرا أو يتحدث في أمور يعرفها الجالسون متى يكون الكلام عديم الفائدة وماذا يجب عليك وقتها يكون الكلام عديم الفائدة إذا كان في غير موضعه ويجب علي وقتها أن أصمت رقم 12 أذكر الحكمة التي ذكرها الجد عن بعض القدماء الحكمة بتقول حدث الناس ما نظر إليك واستمعوا لك فإن لمست منهم فطورا فامسك السؤال البعض كيف يبتعد الإنسان عن اللغو والصرصارة بأن يتحدث فيما يفيد ولا يكسر الحديث دون داع السؤال البعض كيف أذكر إثنين من آداب الحديث وإثنين من آداب الاستماع من آداب الحديث البعد عن كلام اللغو والصرصارة ومحادثة الناس بوجه بشوش مبتسم ومن آداب الاستماع حصن الإصغاء لمن هو أكبر سنا وأعلى علما عدم مقاطعة المتحدث ماذا نتعلم في هذا الدرس نتعلم آداب الحديث وآداب الاستماع مسؤولية الآباء والأجداد عن أبنائهم وضرورة توجيههم ومتابعتهم تربويا اختيار الكلام الطيب في النصيحة والحديث عامة ضرورة الاستفادة من خبرات الكبار وبكده يكون وصلنا معكم لنهاية الدرس النهار درجو يكون استفدتم معنا ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس يصلكم كل جديد والضغط على زر الاعجاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته